المخدرات المخدرات إن شاء الله نكون يد وحدة وهو تحت شعار كلنا معنيون إن شاء الله لقاضاء على هذه الآفة إن شاء الله اليوم نحن متواجدون بدار الثقافة جيلان مبارك بمدينس العلمة من أجل أيام تحسيسية حول آفة المخدرات كلنا معنيون لا للمخدرات والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعان إن رحمة الله قريب من المحسنين وأعظم فساد في في المسلمين أو أعظم فساد أراه ينتشر كالنار في الهاشيم هو المسكرات والمخدرات والنبينا صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام والمخدرات راهي محرمة بكتاب الله بنص كتاب الله ونص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بحضور كل الفاعلين من أئمة وممثلين عن الأمن الوطني بمختلف أسلاكه وإطارات من الكشافة الإسلامية الجزائرية وفي هذا الصدد تم عرض مشاهد وتصريحات أعينات من التجارب الواقعية لثلة من الشباب بين جرعة وآلم الإدمان وإرادة النجاة وإدراك بر الأمان أنا إسلام من شباب مدينة العلمة اللي وقع في الفخ أو الكامين تاع المخدرات الشي اللي راني يحب نوصله لي ومنايا للشباب أو أي واحد رح يقعد يسمع فيها رح ما هيش صدفة رح رسالة من الله عز وجل الأشخاص اللي يقدروا يجبدوا الواقع من الإدمان هذو أشخاص أقوى من الأخرين اللي ما قدروا يجبدوا الواقع إنها إذن مسؤولية الجميع فاليقظة التامة مطلوبة من الكل حتى لا ينضم كل يوم ضحايا جدد من شبابنا إلى عالم الإدمان الذي لا يرحم بسبب المغريات الكثيرة في هذا العصر وأصدقاء السوء الذين يغرون أبناءنا بدخول هذا العالم تحت وهم التجربة وتحقيق السعادة وما هذا إلا محظ تخيلات في عقولهم فقط